اتفاع حصلة قتلى هجوم مسجدين نيوزيلندا لواحد وخمسين قتيلاً والمتهم يمثل أمام المحكمة واشنطن تشير إلى عدم وجود جدول زمني لانسحاب قواتها من سوريا انقسامات حزب الجزائر الحاكم بين رفض خارطة الطريق والتمسك بها نشرت الأخبار من أكاديمية فوكس لإعلام أهلاً بكم ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا إلى واحد وخمسين قتيلاً بعد وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية مقتلى مواطن ثالث متأثراً بجروحه في الحادثة كما نعت السفارة السعودية في ويلينغتون المواطن محسن محمد الحربي الذي توفي في إصابته في الاعتداء الإرهابي على المسجدين في مدينة كرايست شيرش قال المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري أنه لا يوجد جدول زمني للانسحاب الأمريكي من سوريا وأضاف المسؤول الأمريكي أن هناك ما بين خمسة عشر وعشرين ألفاً من مناصري تنظيم داعش في سوريا والعراق ومعظمهم خلايا نائمة أصدر الحزب الحاكم بالجزائر بياناً أكد فيه تمسكه بخارطة الطريق التي أقرها الرئيس بوتفليقة وفي مقدمتها تنظيم ندوة وطنية لتعديل الدستور وجاء البيان بعد ساعات من تصريحات للمتحدث باسم الحزب حسين خلدون اعتبر فيها أنه لا جدوى من تنظيم الندوة الوطنية ودعا بدلاً من ذلك إلى إجراء انتخابات رئاسية عاجلة تتم الدعوة لها في غضون أسبوع واحد نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أبدت استعدادها للاستقالة أهلاً بكم من جديد قالت وسائل إعلام بريطانية أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي أبدت استعدادها للاستقالة إذا صوت نواب مؤيدون للخروج من الاتحاد الأوروبي لصالح خطتها للخروج التي رفضها البرلمان مرتين وتجتمع الحكومة اليوم لبحث آليات عمل البرلمان في التعامل مع ملف بريكست فيما قال وزير التجارة البريطاني أن الخروج من دون اتفاق وارد لقيت طفلة عراقية مصرعها من جراء انهيار منزل في محافظة واسط بينما أعلنت حالة الطوارئ في المحافظة نتيجة الأمطار والرياح الشديدة وحذرت خلية الأزمات من تأثر محافظات ديالا وواسط وكركوك وبغداد ومناطق جنوبي العراق من أمطار غزيرة قد تنتج عنها سيول في الختام تذكير بأهم العنوين ارتفاع حصيلة قتلى هجوم مسجدين يوزيلندا لواحد وخمسين قتيلا والمتهم يمثل أمام المحكمة واشنطن تشير إلى عدم وجود جدول زمني لانسحاب قواتها من سوريا انقسامات حزب الجزائر الحاكم بين رفض خارطة الطريق والتمسك بها في هذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا لمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا فوكس أكاديمي دوت تي في شكرا للمتابعة إلى اللقاء